مين صاحب قرار عدم استجدام حكام أجانب للمباريات الكبيرة في مصر مباريات الكمة أو مباريات نهايات الكاس هل أنت كنت صاحب القرار وصاحب الفكرة؟ ولا اعتماد على الحكام المصريين؟ طبعاً طبعاً أقول أن نبقى شغالين في مصر أو أبقى أنا متواجد هنا في مصر علشان أطور من التحكيم المصري وأبدأ أتعاقد مع حكام من خارج مصر علشان يحكموا ماتشوت كبيراً فإحنا عندنا هنا في مصر حكام كبار حكام بيشتهلوا كويس جداً يستهلوا الثقة المصرية علشان يديروا ماتشوت كبيرة هنا في مصر فاللي أنا بفكر فيه أو اللي أنا عايز أقوله للناس كلها أن احنا لازم نصدق في الشغل بتاع الحكام المصريين بطريقة العمل بتاع الحكام المصريين إن كل الناس مركزة للأفضل والعمل الأفضل وإحنا هنقدر نوصل إن احنا نبقى فيه لفل عالي من التحكيم ونقدر نوصل لمكان كويس جداً في التحكيم ونوصل لأعلى نقطة في الهرم وإحنا بنشتغل علشان نقدر نوصل لأعلى نقطة في الهرم ذاتي وفطبعاً يعني مش هيبقى مش هيبقى شيء سهل جداً أو مش هيبقى شيء يعني لي معنى إن احنا نجيب حكم من الخارج علشان يحكم فيه ماتش كبير هنا في مصر